حديث يهز القلب المتحدث أبو ذر رضوان الله تعالى عليه في زمن حساس جدا بالنسبة لأبي ذر إنه في اليوم الذي أخرجه عثمان ابن عفان إلى الربدة يحدث الناس عن الحسين في ذلك اليوم أقرأ عليكم من كامل الزيارات لشيخنا ابن قولوي رضوان الله تعالى عليه من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل من الباب الثالث والعشرين الحديث الحادي عشر بسنده عن عروة بن الزبير قال سمعت أبا ذر وهو يومئذ قد أخرجه عثمان إلى الربدة فقال له الناس يا أبا ذر أبشر فهذا قليل في الله تعالى لا شأن لنا بالناس إذن لماذا لم تنصروا أبا ذر هم لم ينصروا عليا لا شأن لنا بهم عروة بن الزبير يقول سمعت أبا ذر وهو يومئذ قد أخرجه عثمان إلى الربدة فقال له الناس يا أبا ذر أبشر فهذا قليل في الله تعالى فقال أبو ذر ما أيسر هذا ولكن ولكن ما أيسر هذا ولكن كيف أنتم إذا قتل الحسين بن علي قتلا والله لا يكون في الإسلام بعد قتل الحسين أعظم قتلا منه أبو ذر يقرأ تعزية مصيبة في يوم إخراجه إلى الربدة ما أيسر هذا يصف الذي جرى عليه وماذا فعل به ابن عفان ما أيسر هذا ولكن كيف أنتم إذا قتل الحسين بن علي قتلا والله لا يكون في الإسلام بعد قتل الحسين أعظم قتلا منه وإن الله سيسل سيفه على هذه الأمة قطعا بالأسباب الظالم سيفي الظالم سيفي وإن الله سيسل سيفه على هذه الأمة لا يغمده أبدا ويبعث ناقما من ذريته يشير إلى إمامنا القائم ويبعث ناقما من ذريته فينتقم من الناس إنه المنتقم من آل محمد المنتقم لحق الله وإنكم لو تعلمون ما يدخل على أهل البحار وسكان الجبال في الغياض والآكام وأهل السماء من قتله لو تعلمون ماذا سيجري من أثر تكويني لبكيتم والله حتى تزهق أنفسكم لكننا لا نعلم ذلك إنما نأخذ العلم به من سادة التكوين مثلما أخذه أبو ذر وربما تحسس بشيء من هذه المضامين فأبو ذر في آخر أيامه بلغ الدرجة العاشرة في الإيمان إنها الدرجة التي كان سلمان عليها أيام رسول الله فأبو ذر كان في الدرجة الثامنة لكنه في آخر أيامه بلغ الدرجة العاشرة وإنكم لو تعلمون ما يدخل على أهل البحار وسكان الجبال في الغياض والآكام في كل مكان في السهول في التلال في البحيرات في الغابات في الغياض والآكام وأهل السماء من قتله لبكيتم والله حتى تزهق أنفسكم وما من سماء يمر به روح الحسين إلا فزع له سبعون ألف ملك يقومون قياما ترعد مفاصلهم إلى يوم القيامة وما من سحابة تمر وترعد وتبرق إلا لعنت قاتله وما من يوم إلا وتعرض روحه على رسول الله صلى الله عليه وآله فيلتقيان هل الحديث هنا عن جانب شرعي إنه التكوين 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 هذه أسرار عاشوراء وهذه أسرار الظهور المهدوي وأسرار الرجعة العظيمة إنه التكوين هذه حقيقة الظهور حديث الكساء اليماني الفاطمي الذي يضعفه غبران النجاف يضعفون هذا الحديث هم يوثقون الحديث الذي ورد في كتب النواصب الواقعة الواقعة جرت في بيت أم سلمة أما حديث فاطمة لا يوثقونه ينكرونه مراجعكم في النجاف بحسب منهج الخوئي محمد باقر الصادر السستاني بحسب مناهج هؤلاء والذين سبقوه والذين سيأتون ما هو المنهج الخذر نفسه نفسه وكل واحد منهم يتقيأ في فم الأخر يتقيأ خذارته وأوساخه هذا هو منهج حوزة النجاف وكربلاء منهج حوزة الطوسي المنهج الخذر القذر هذه الحقائق تمثل مضمون حديث الكساء اليماني فإن الله أخبر قطان الملأ الأعلى من أن الكون خلق لأجلهم وفي محبتهم وهذه الحقائق كلها تتحدث عن هذه العقائد العظيمة التي يشكك فيها أولئك الأغبياء السفهاء الذين يلاقبون بآيات الله العظمى مسخرة هؤلاء أي آيات هؤلاء مسخرة مهزلة أي آيات عظمى لله آيات الله العظمى هؤلاء 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 آيات الله العظمى هؤلاء الذين هكذا نعتقد فيهم أشهد أن دمك يا حسين سكن في الخلط واقشعرت له أظلة العرش وبكى له جميع الخلائق وبكت له السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن ومن يتقلب في الجنة والنار من خلق ربنا وما يرى وما لا يرى هؤلاء آيات الله العظمى هؤلاء وليس أولئك الأغبياء السفهاء الذين أصهاروا حميرا للشيطان وجعلوا من الشيعة حميرا لهم أسعفون 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 بالوثيقة الدخية مالذي أجيب الأسماء راحت قال لي أذر على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت لنا أخر بابا ما توصل للنوبة إليها قال توصل أطمئنا أطمئنا تركبهم يعني ما ش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ والله نف عباردة واحد من الأعلى أخبر خمسة كيف تستعجب مجد رحبين تركب يعني خلاقا أبا مشيني كما تركب خلاقا أبا مجد جميع تبقى لأ فكار حالك أطمئنا فقوش ديخ عربي فقوش ونص عباطل كنا على تفاو كلكم تعرفون لأنه مالذي أجيب الأسماء عربي قال تركب مثل ما تركب نارو غاي ديخ شو 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 لا لا معلم إجمالية هذا واقع الشيعة لا الواقع الشيعة هذا والله هذا واقع الشيعة ولذا فإن هؤلاء المراجع وهؤلاء الخطباء يخرجون علينا في فتواهم وعلى منابرهم يحدثوننا عن نجاسة دم الحسين حتى بعد استشاده قارنوا بين منطق هؤلاء الحقراء السفهاء وبين منطق العترة الطاهرة الذي أضعه بين أيديكم من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن زياراتهم وأدعيتهم ورواياتهم نظفوا نظفوا عقولكم من قذارات مراجع النجف وكربلاء ومن قذارات خطبائهم ووكلائهم وفضائياتهم القذرة نظفوا عقولكم وتعلموا العقائد الصحيحة من هذا المعين الطاهر من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم ترجمة نانسي قنقر